استانفت وزارة نفطة العمل والإنتاج في حقل النصري النفطي بمحافظة ذيقار بعد توقف النقدام يوما واحدا وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد تم اخلاء الطرق من قبل المتظاهرين وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين للوصول إلى الحقل والسناف العمل وتشغيل محطات الضخة وثمن الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لعدد كبير من المتظاهرين من أبناء المحافظة الذين رفضوا إيقاف العمل والإنتاج في الحقل النفطي اشتركوا في القناة